إذن يعود إلينا مرة أخرى من عمان الدكتور عبد الرحيم المعايعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني دكتور عبد الرحيم أهلا بك في هذه التقطية بداية ما هي الرؤية الأردنية لاستهداف هذا الموقع كونه قريب من المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والمملكة الأردنية أسعد الله صباحكم وصباح الخير لإخواننا المصريين والأمة العربية حقيقة المخاوف الأردنية وما تخوف من الأردنيين ليس اليوم وتحدث جلالة الملك عشرات مرات منذ أكثر من أربعة أشهر منذ ببداية هذه الأزمة أن المنطقة ملتهبة وبالتالي هذا ما حذرنا وحذر الأردنيين عشرات مرات أن المنطقة ملتهبة وبالتالي يجب أن أزمت إخواننا في غزة لكن لم تكن أذن صاغية لكل العالم للأسف الشديد العالم كان أصم العالم كان مقفلا أذانه وعيونه عما يحدث وهذا ما حدث بالأمس من القاعدة الأمريكية هيحدث فيما يكون أخرى وحياته وهذه ستستمر الكرة التلج بالتدحض كما حدث في باب المندق بالأمس لإحراق إحدى السفن هذه الطريقة التي تتم يوميا تم تحضيرها عشرات المرات ومئات المرات نعم نستنكر ما حدث لكن هذا الاستنكار يؤدي غدا إلى جريمة بجريمة بجريمة لأنه البنت تقول كما تعلم أخي العزيز سوف يرد بالوقت المناسب وبالتالي الجهات والجهات الأخرى سترد بالوقت المناسب وتبدأ هذه الكرة بالتدحرج والعالم حيبدأ بالفلسطين وكما تحدث جلالة الملك غازة يجب الفلسطينيين أن يعيشوا أحرارا كباقي شعوب العالم حتى المنطقة تكون آمنة وإلا المنطقة تبقى ملتهبة وحتى تنفجر مناطق أخرى وحتى تنفجر مناطق أخرى وأخرى وتتحرج دكتور عبدالرحيم الشعب الفلسطيني يجب أن يعيش بكرامة وباحترام وهذا الشعب الفلسطيني يجب أن يعقد حريته الكاملة للعيش على أرضه بأمن وسلام وإيقاف هذه الحرب هذه المجزرة يشاهدها العالم منذ عشرات في المئات سنوات أن يقتل هذا العدد من الأطفال أن تدمر المدينة بكاملها بكافة القنابل والكل يقول لن تقف هذه الحرب مدام هذه الحرب لا تقف إذن الحرب الأخرى مستمرة الأردن استنكر هذه الحادثة وهي ليست على الفدود هي على الفدود الأردنية السورية وليست داخل الفدود الأردنية ما حدث بالأمس هذا اندار واضح لكل من وقف في غزة وحرب في غزة لذلك نقول لا هجرة يجب إقاف هذه الحرب يجب أن تتحد شعوب العالم بتحرير غزة من ما يحدث من نتالياه وأمتاله وأشكاله في غزة ما هو الرد الأمريكي المتوقع دكتور عبد الرحيم خاصة في خضم طلب الكثير من أعضاء بالكونغرس الأمريكي بتوجيه ضربات مباشرة ضد أهداف داخل إيران وقادتها هذا الكلام الأمريكان اللي قاعد في نيويورك وفي واشنطن هو لا تمسه الحرب ولا يمسه الناس اللي عايشين هناك ينطلق من القواعد في البحر ويمينا وشمالا الآن أي حرب أي حرب تشتعل الآن سهل اشتعالها لكن إيقافها صعب جدا ما يهدد فيه الأمريكان من ضرب إيران سمعنا هذا الكلام عشرات المرات منذ أكثر من 15 عاما وهما يتوعدوا ويتوعدوا ويتوعدوا بالضرب لكن احنا مشكلتنا في منطقتنا هنا في الأردن في سوريا في العراق هذه المنطقة الملتيبة هذه المنطقة التي يعيش فيها عشرات من الناس فيها كواعد أمريكية ممكن أن يحدث شيء أكثر مما حدث بالأمس الدكتور عبد الرحيم المعايعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردنية شكرا جزيلا لك